جدد خريجو الكليات والمعاهد اعتصامهم أمام مديرية تربية واسط مطالبنا بدرجات تقاطع الوظيفي ال298 درجة وأطلاق درجات الحذف والاستحداث وتخصيص نسبة الخريجين مستنكرين الوعودة الكاذبة بتعينهم من قبل الحكومة الاتحادية والمحلية منذ عامين صلنا سنتين بالشارع والحد الآن ما تنفذ أي من هاي الوعود اللي ثقناها من الحكومة من زمن الكاذموي الحد هسجينا لمحمد الشاع السوداني الكاذموي بالبداية قال نسعى لكم مدرشين كله وعودة كاذبة الله وكيلك زلمة مساير خلوه كيش ما حصلنا هسجي محمد الشاع السوداني أريد نشوف الوعود مالته أريد يضيفون فقرة للخريجين بالموازنة ذاك اليوم نحن مظاهرات البغداد قالوا روح لمحافظتكم نجي هنا للمحافظة الدكتور محمد جميل ما حكيش ما حصل معنا إذا الله وكيلك وعود بوعود وكيش ما حكي كل ما تيجي درجات وظيفية تروح زياد وعبية والحد الآن مطالبنا ما متنفذة وهذه رسالة نوجهها لمحمد الشاع السوداني وكذلك محمد جميل المياحي الوعود إذا ما تنفذت وإذا ما أخذنا حقوقنا وهذا حق في الدستور التظاهر السلمي إذا وعودنا ما تنفذت راح يصير خطوات عندنا تصعيدية وإحنا أعدادنا قبل سنة تقريبا إلى 500 إلى 600 متظاهر شافوا له وعود الكاذب والتسويف المماطلة مللوا العالم وبقوا بالشارع حال قدامك 150 إلى 200 متظاهر دولة المية وخمسين عقيدة ومبدأ ثابت ما يرجعون للبيت إذا ما أخذوا حقهم اليوم بالشارع نعرف إشدون يملل المتظاهر يملل الخريج ما يجاوبوا يا وما يقدم لأي شيء لذلك كل ظنة وكل عقلة أنه يفكر المتظاهر يرجع للبيت فإحنا ما نرجع إحنا بين مظاهرة ومظاهرة مرة سلمية مرة لا نصعد والله العظيم إحنا مشكلتنا حاليا ويا سيد المحافظ إحنا أول شي نعاتب قبل شهر قعدنا وياه بحضور نواب بحضور مسؤولين وبحضور 60 متظاهر قال أنا حل مشكلتكم قبل 6 شهر قال حل مشكلتكم وجهت الألف درجة وحتى ملينا من ما نقول إحنا جبناها وإحنا جبناها سأنا بالشارع القانون الأمن الغذائي يريد يحل أزمة التظاهرات يطيك ألف درجة للمحافظات بس ما يقدر يكتب لك هاي المتظاهرين لأنه يصبح أزمة على الدولة لذلك وين خلاها بخانة المحافظ المحافظ يجي وطبق النزاه ما تقام تكشخ بيه قدام العالم ما يريد يطي المتظاهرين ما يريد يجيب حشايا عليه هو حق الله ومات الله ودين الله وشرع الله هاي الألف درجة للمتظاهرين للناس بس هو ما عرف شنو تفكيره شنون يرضي المحافظة خاف يطي درجات المتظاهرين الناس النايمة للبيت اللي متطلع خافت يحترضون عليه وحتى يشك يكون ابن زاهته نطالب من محافظة وسط الدكتور محمد جميل المياحي إيجاد حلول جذرية لهذه الشريحة المظلومة من الخريجين إن شاء الله محافظة وسط يقول ولدي وإن شاء الله ما قصروا ياهم وما يقارب الأعداد الخريجين اللي حاليا اللي جاي نطلع عمام مديرة التربية مقارب ميتين خريج